انا ايه اللي موقفني عن زيادة نسبة المكون المحلي او ايه اللي بيوقفني لحد لمزاكات التفاهم وبعد كده ارجع هو المطلوب بتتوقف الكلام ده على حاجتين اول حاجة مين اللي بيتفاوض وما خبراته في التفاوض مع الشركات العالمية للحصول اخيرا على ناتج وحاجة عملية ملموسة تتحول الى عقود دي نمرة واحد التفاوض مش خطوة جانبية في الاعمال القدرة على التفاوض والخبرة التفاوضية دي مهمة جدا نمرة اتنين لما باجي اتفاوض مع شركة عشان اخد الرخصة بتاعتها واخد المنتج بتاعها انتجه عندي واستورب منها مكونات واخد منها انه هاو عشان اعمل مكون محلي ايا كانت نسبته دي بتحتاج الى ان انا اديله حوافز طيب نيجي بقى الاولانية من اللي اشجعوا بيها دي حاجة اختيار ناس بتختار ناس تمثلها الحاجة التانية اللي هي الحوافز انا حتى الان كان صدرت اعلنت مش صدرت ان فيه سراتيجية صناعة السيارات بتقوم على اعطاء حوافز للتصنيع لاربع نقاط حجم الانتاج نسبة المكاوم محلي حجم الاستثمار مدى الالتزام البيئي بتدي حوافز ولكن كلها تقوم اساسا على نسبة المكاوم محلي يعني كل واحدة من دول النسبة بتاعتها بتتدور في نسبة المكاوم محلي في الآخر لان احنا الهدف الاساسي للصناعة تعميخ المكاوم محلي طبعا الاستراتيجية دي اعلنت بتفاصيلها ولم تصدر الى النور حتى الان احنا عارفين طبعا ان صدورها متوقف على وجود ميزانية لتلك الحوافز تأخرت ان شاء الله تطلع فوقات من اللوقات لكن مهمة جدا ان انا اقول للمصنع المحلي او المستثمر الاجنبي انا حديلك حوافز على كذا وعلى كذا وعلى كذا دي اسمها استراتيجية صناعة الصغرات التي لم تصدر حتى الان وانا اتمنى ان الحكومة الجديدة تعمل على صدورها عند توفر المناخ المناسب لكن النهاردة لما نيجي نقول احنا عايزين نزود نسبة المكاوم محلي هو اصلا المكاوم المحلي النسب اللي احنا حطيناها دي نسب محلية مش وقعية دي لازم حقيقا نقولها انه جايز محدش تاني يقولها يعني دي محطوطة بشكل عشوائي انت عايز تجمع الخمسة واربعين في المية وخد على دي تسعة في المية ودي تلاتة ونص ودي واحد ونص دي مش النسب العالمية النسب العالمية للمكاوم المحلي اللي هي بتستخدم عند التصدير لاحدى الدول التي بينك وبينها شراكة في اتفاقية معينة اتفاقية التجارة حرة معينة زي الكوميسة زي اغادير زي اتفاقية الشراكة الاوروبية بتشترط نسبة مكاوم محلي وليكن اربعين في المية او خمسين في المية او خمسة اربعين اي ان كانت الاتفاقية هي بتختلف بالمناسبة دي بتقاص بحاجة اسمها نسبة القيمة المضافة القيمة المضافة يعني ايه يعني انت انتكت جزء بشوف سعر هذا الجزء على باب المصنع بطرح منه المكونات المستوردة واقسمه تاني على سعر المكون عند خروجه من المصنع بشوف انت دخلت خيمة مضافة ايه كعمالة او كخامات هو بيحسب النسبة دي لكل جزء وكل مكاوم محلي معروف لما بيجي بقى يطلحها عشان يتقبل صادراتك تبقى الاتفاقية الخمسة واربعين في المية دي بيلاقيها ساعات خمسة وعشر في المية عشان كده توقفت الصادرات تبقى للاتفاقيات لعدة دول ودي نقطة مهمة جدا جدا ومش عارف يعني هي منسية في وزارة الصناعة وفي الهياء العامة للتنمية الصناعية ولازم اعادة بحثها